ماذا في سر اليوم؟ يتابع أصدقاء سابقون وحاليون للنظام السوري في لبنان بقلق برنامجا لجمع الوثائق والتقارير تم وضع اليد عليها في مقرات تابع للمخابرات السورية من قبل منشقين سوريين البرنامج الممول من الخارج يهدف إلى توثيق ارتكابات النظام في لبنان وسوريا والمنطقة وقد أبدى هؤلاء استعدادهم لشراء هذه الوثائق مخافة أن تستغل إعلاميا وسياسيا في لبنان